ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على الاهتمام بدعم الكوادر الوطنية الشابة لمواصلة إسهامها في رفض المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك في ضوء تنويه المجلس بيوم الشباب البحريني والذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام بعد ذلك تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وفي هذا الصدد وجه سمو الجهات المعنية للاستمرار في خطة تطوير الجوامع والمساجد على مدار العام ثم تابع المجلس كفاية السلع الاستهلاكية في الأسواق واستقرار أسعارها ومواصلة الجهود للاستمرار في وضع التشريعات التي تحمي التنافسية منوها بالجهود المبذولة من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع التجاري لتوفير السلع وضمان استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك بعدها تابع المجلس الفعاليات والبرامج والعروض الترويجية والسياحية التي سيتم تنظيمها بالتزامن مع اختيار المنامع عاصمة للسياحة الخليجية 2024 مؤكدا على الأهمية التي يشكلها قطاع السياحة وأولويته في مسارات التنمية الاقتصادية ثم نوه المجلس بالدورة الذي تطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي نحو مزيد من التكامل والتنسيق وذلك في ضوء الإشارة إلى الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية بعدها رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشان تدابير مكافحة كراهية الإسلام مؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت والدعم للجهود الدولية المعنية بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضرات بما يعزز الأمن الدولي ويكرس السلامة في العالم بعد ذلك قرر المجلس سوميلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن تطوير الإجراءات التنظيمية لمشاريع البنية التحتية مذكرة معالي وزير الداخلية حول إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للعام 2023 ومنها ما تم على صعيد التحول الإلكتروني إذ بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية 680 خدمة على كافة القنوات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وتشرعية حول مشروع اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بخصوص مشروع قرار بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان الوطنية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مستقبل النقل بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس المذكرتين التاليتين مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية بشأن الآلية المخترحة لنشر التشريعات المترجمة في موقع هيئة التشريع والرأي القانوني مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ والتوثيق خلال العامين 2022-2023 ثم أخذ المجلس علما بما جاء في التغرير المرفوع من سعادة وزير الشؤون البلديات والزراعة بشأن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته الحادية عشرة للموسم 2023-2024 ترجمة نانسي قنقر